قال رئيس المجلس الأعلى للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية عبد الرزاق الهجري إن المشاورات الأخيرة مع المبعوث الأممي إلى اليمن هازغروبين في العاصمة الأردنية عمان تجري مع كافة المكونات والأحزاب اليمنية وأكد الهجري ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مداخلة هاتفية عبر قناة اليمن إلى أن الأحزاب السياسية والحكومة والرئاسة قامت بالتنسيق في المواقف المشتركة للتعامل مع قضايا الحل السياسي والمشاورات وهذا ليس سرا بل نعتز به كثيرا وأشار الهجري إلى أن ممثلي الأحزاب اليمنية التقت مؤخرا مع المبعوث الأممي في عمان وهناك رؤية مشتركة للجميع وتم الاتفاق عليها فيما يتعلق بالمرحلة القادمة وهي رؤية تمثل الأحزاب اليمنية جميعا وأوضح الهجري أن المبعوث الأممي يبذل جهودا لا بأس بها وهي محل تقدير جميع الأحزاب والشرعية والرئاسة لكن تلك المساعي لم تصل إلى أي نتيجة ولم تتقدم للأسف الشديد خطوات إلى الأمام والسبب معلوم وأوضح أن ميليشيا الحوثية الإرهابية ترفض الحلول وعدم قبولهم لأي فكرة تطرح ورفض مقابلة المبعوث الأممي ورفض مقابلة المبعوث الأممي والسماح له بالوصول إلى صنعاء وذكر الهجري أن الأحزاب أكدت أنه لا خيار عن المرجعيات الثلاث المتفق عليها لأن شرعية المرحلة القائمة هي مرتكزة على هذه المرجعيات مشيرا إلى أنه تم التأكد على أن يكون المحور الأمني والعسكري قبل أي عملية سياسية